ازايكم يا حلوين جيت لكم فيديو جديد لو انتوا لسا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ازلوا حلالة اشتركوا فيها واقام بحاجة جماعة تفعيلوا القرص عشان كده كل ما نزل لكم فيديو جديدي وسلكم ونبتزم تعودنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهار ده بقى روتين كده جديد وخفيف بس ده الروتين ده عايز اقولكم ان انا تعبت ودخلت المستشفى وعدت يومين يا جماعة خش المستشفى واطلع وما زلت على فكرة عبانة يعني لو لقيتم ان انا بنهج في الفيديوهات كده بعد كده بقى او لقيتم مثلا في نهجة في صوتي كده فمعنش يعذروني بس الفترة دي كده ان شاء الله ايه ادعوني ان انا ابقى كويسة كده المهم بقى ايه خلينا اقولكم بس كده الروتين بدأ ازاي احنا نزلنا اشترينا حاجات كده ايه للبيت كنت نقصة للبيت وكده وعايز اقولكم ان اصلا انا ملحقتش ان انا عامل حاجة بس غير وسيطة كده من الحاجات دي وكل حاجة فضلت في التلاجة والخزين فضل في الدرف وخدت بعضي ورجعت القاهرة ايه اللي حصل يا بس ما انت الحقتي تروحي عشان تجي والله جماعة بجد اصوأ حاجات بنا قدم فينا لما بتخونه صحيته فعلا انا بجد ما كنتش بعرف يعني معناه الكلمة دي او ايمية الكلمة دي ان هي كبيرة كده غير لما تحطت في الموقف ده فعلا انا دايما يعني دايما والله بفضل اقول اني انا بتعي لنفسي دايما بنقول ايه ان ربنا يقوني ويحوش عني اي تعب عشان انا بنتي وجوزي محتاجيني لما هما بيتعب انا وعب بيهم فدايما ما بقاش حاجة تتعب خلص بخلي بالي او ما بسعب بقوم مثلا واخضي علاج او اي حاجة وانا كمان مش من نوعا للشكية يعني اني انا مش باشتك اني انا تعبين او اني في اي حاجة انا دايما اني انا مثلا ممكن اكون قطوما شوية في تعبين اللواء تعبين هستحمل لحد ما شوف مسلا لواء ايه جبت اخر خلاص ممكن اقول بقى اللي حوالي مسلا انا تعبينة مسلا اعمل ايه اروح لدكتور اخد علاج ايه فاهميني. لكن انا مش منوع لنا اول ما بتعب مسلا ترقوني جرت لدكتور والكلام ده كل لأ خلص بصراحة. فانا هحكي لكم كل حاجة. وتمعنا بقى الروتين واضح ووضح كده انا بعمل فيه ايه يعني كل حاجة بينكم. دي بلي يا جماعة كنت اعمل المهم يا جماعة بصوا كده. انا جيت في يوم كده. كنت قاعدة بعمل الشقة عادي وبروق عادي بعد الروتين دي يعني. بعد الروتين دي على طول بيوم يعني مفيش. كنت قاعدة بقى بروق عادي الشقة. مفيش حاجة انا كويسة. مرة خنجوزي نايم وبنتي قاعدة معي. مرة واحدة كده حستت ان انا جسمي كله تلك. انا سعينا بطريقة غير طبيعية. هتلبس فيت. يعني لبست انا طالت رنجات فوق بعض. ولبست شراب. برضو سعينا. روحت ادخلت دي صحي الجوزي. لقيتني بتحسيف بقى ان انا مش قادرة اصلا اقف. روحت ادخلت دي صحي الجوزي وكده طروق اي خد ليان من ايدي. فقال لي ميلي كنت دي صعينا. حسنا عندي برد. فقال لي ايوه هو برد. فبعدي لما قال لي هو برد. فنمت وتغطيت. حتى تغطى بحاجات. بعد كده حالي تبخطي بنادول. ففعلا خدتي بنادول وكده في جسم بقى سخين جامد قوي وكنتش حاسة بنفسي خالص. ده انا جسمي سخون مش قادرة. بعد كده مفيش حرارة خالص 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 في جسمي. الرؤت مرة واحدة. فقومت عايدي وبتالي ان انا اتعامل عايدي خالص. اقوم بقى يا جماعة احس ضربة القلب دي سريعة جدا جدا جدا. في نغزة كده بتجري في جنبي بتسمع في ظهري ورا. في نحية الجنبين في ظهري كده جامد من تحت. اخد نفسي مش قادرة اخد نفسي مش قادرة اخد نفسي مش قادرة اخد نفسي مش قادرة انا اقول ايه ده في ايه. طب الواجع اللي انا لما باخد نفسي وطلعه في واجع محدش في الدنيا ممكن يتتحمله. خالص. بيتة بلبع مسكنة بترقية رهيبة. لحد ان انا جيت في وقت كده بقيت اتصوت. واقول لا انا مش قادرة وتصوت لجوزة وقال له مش قادرة مش عارفة اخد نفسي ونفسي يا جماعة انا تشاهدت يا جماعة والله العظيم انا فعلا انا تشاهدت اتشاهد. مش اه هلتا قلوه مش قادرة اخد نفسي. اه نفسي كاتا ما فيش نفس وصل خالص لحد يعني من عندي زوري كده وبيجي يعني نفسي عندي زوري ما يوصلش لحد صدري خالص لو مش قادرة اخد نفس دي. والله هو بقى استوتيجي خلاص بدأ يروح ونساني بدأ يتقل. والله رساطر ربنا ان انا اصلا في اسكندرية المستشفى تحت بيتنا يعني تحت بيتنا. فرح واخدني ومعنا بنتنا. ورح وداني المستشفى. انا بصوا انا بصوتوا لي يعني الخطوط اللي احنا خدناهم دور انا صويب بس. فالدكتور دخلت طوارق. فحطوني على جهاز اكسوجين وعملولي رسم قلب. حطولي اللي اجازة لترسم القلب. وحطولي كده محاليل في ايدي. حطولي جهاز برضو في صغوعي كده. وبعد كده هم اصلا بيخشوا ويطلع بلوح مش عارفين عندها ايه. انتو عارفيني الكلمة دي كبتتجنيني بقى. وقالولي لضغط كواطي. المهم. هزيقلكم بقى اني تدع ضربة قلبي سريعة جدا. جدا جدا اليوم ده. وضغط كنواطي جدا. فهم قالوا ده مش برد. وتحولت بقى للدكتور. فانا حاليا بقى بعملت حاليله ايش حياته كده عشان خطر شوف انا ميلي. فعايز اقول لكم يعني مش كل حياتنا اللي هي بتبقى قدامكم بقى شكلها حلوة والله وحياة بسمة جميلة نمس تبقى زياء والله العظيم في حاجة كده يعني على جنبي كده بتبقى تعب الواحد. هاي سألكم اني يعني انا نزلت القاهرة. اليوم اللي انا نزلت في القاهرة ده. يدوبك بس تنمت وارتحت يوم بس ان انا هنزلت تاني يوم عشان هعمل بقى اروح لدكتور وهتشوف انا ميلي وكده. بنتي تعبت بدل ما روح لنفس الدكتور فروحت لبنتي الصبح وانا بالليل. تاني يوم والله العظيم انا ما بكتب عليكم. بنتي تعبنا اكتر. فروح خدت بنتي الدكتور بتاعها بقى الاساسي لان لما بنتي تعبت على غفل خطاتها وارئ. فلما تعبت خطتها بقى لدكتورها الاساسي ويحتل بيها للدكتور. وانا هبقى تاني يوم راح اغضى بعضي ورايح اعمل التحليل والاشعاب بتاعتي. وبعد التحليل والاشعاب ما تطلع بعدها بيومين هبقى بقى لروح للدكتور. فبجد الايام دي احنا مقديناها مستشفات لدكترة بس. فطبعا الحمد لله والحمد لله. يعني بص انا دايما بقول الحمد لله lendل ربنا بيحش عنها حاجة كبيرة ويدين حاجة بسيطة. فدي بالنسبة لي حاجة بسيطة. فطبعا انا يعني مش جنبي يعني ناس كثير يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب يش في كل واحد يا رب بيتقلم وبيتوجع وتعبان. فانا يعني فيه ناس بتختل كيلة وفيه ناس بمريضة المرض الوحش وفيه ناس يعني بتبقى ابتلاقها اكبر مني بكتير. فدي طبعا ربنا يشفيها. وده انا بتلاقيك مبسيط اوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس عايزا كنت تدعوني كده انا ربنا يشفيني ويقويني كده واقدر كده اقف كده واتعمل ماليان لان انا قصة مش بقدر الفترة ده اشير الليل خلص ولا اصطفها ولا غير اللبن بس لاني بتعب فماما ربنا يخليها لي رب ويباركلي فيها هي واختي بصراحة امام اللي بيشقولوني انا باناما بسجلوم ليان بيجي علي وقت كده بس هو الان بتبقى حيزاني فبيقولي لو عودي معها بس في القضاء ويحنا هنشيلها فبقى اعمل كده المهم يا جماعة الروتين ده بقى كانت بتبقى عايزة اقولكم اننا هعمل محشي وبحضل لأكلة تاني يوم وبعمل مكارونا ومش عارفة ايه والكلام ده بس انا حبيت انها فاطفض معكم فيه اكتر يعني فعايزكم بقى متنسوش كده حضروا اللايقات الكتير كده والكمنتات وفي يوم بقى كده نكون ايه رايقين كده مع بعضينا وعن ضمومة كده نعمل بقى ايه محشي لاني اختي نفسافي يوم هو نفسافي فقلتلهم بس انه لما اتطمن كده على نفس كده ونعمل حالية محشي كده كروم بمعتبرة وانا نويت ان انا عاملها معكم لان انا كنت نويت ان انا عاملها معكم فالفيديو ما اكملش فقلت لهم هستغل ان انا هنا واعملها طمام قولوا لي تمام هنا فقى ايه دي الفريق يا جماعة انا بحط لها بصل كدير بصلية كبيرة كده حطيتها في الفريق واحطيت بهاروك كده ورق لورة وحبهين ونص صمات موية بتاخذي احلى شربة في الدنيا كلها وبحط ملح الناس اللي بتقولي ملح بادري اوي بيشد الفريق والله خلص جامعة كده كده انا بديها روحتها في التسوية هتبقى ورق لورة وحطيت زعباروك وحطيت حبهين وحطيت بص كل حاجة بحطش عروية ما بحطش كميات كبيرة عشان انا بحب الشربة بتاعت تكون فتحة ما بحباش يعني ان هي كل لونها غيمة وحطيت بقى الحاجات الصحيحة بحطي منها كتير يعني احط تلاتة ورق لورة تلاتة حبهين بصلوية كده كبيرة كده اربعة تربة تمطمية كده ام غضاها كده اربعة تربعة بتدي بتاعت من شربة جميلة وكمان بحطي مرقة ميكي بتدي برضو طعم حلوة قوي للشربة اول ما بتغلي بقى ام وطيها عليها النور واستيبها بقى تستوي براحيتها خالص مش قادرة قلكم لو فرق بيدا فرق بلدي فرق حمراء والله العظيم الشربة بكون طعمها حلوة قوي لو عملت بس مع كرام كده لنور الاسود ده تقومي شايلة من على الوش كده وبس كده ودي بقى كانت التغذية بتاعت المحشي اللي انا كنت عامليها كانت خلصت يعني الحمد لله واللحمة بقى شفت تفاصيلها كلها معي يعني شفت كل التفاصيل اللي انا عملتها معيكم بص بقى شكلها كان حيلو ازاي عايز اكم بقى ما تنسوش تحضروا اللي لايك وشير الكمنت الحيلو زيكم بحبكم كزير واي واي